جواب بريك جاوي يا مام لازم من خلتك رمزية تحب أرهولي؟ لأ أنا اللي حقره أعظم الكويت حر دلوقتي اشتروا عربية جديدة صحيح مبروك أيوة مبروك عليهم كل سنة غيروا العربية ويبدلوا العرش ربنا يزيدهم وأنا يا بنت بحسدهم طبعا ربنا يزيدهم لو بابك إزاي بقيت الخلق ما كانش حالنا بقى هو الحال أنكل منعي مجوستانت رمزية تاجر لكن بابا موظف يا سلم وما فيش يعني موظف عنده عربية ما تشوفي الراجل اللي اسمه فتحي فهيم جارنا ده أهو موظف جاربان وما يسواش ثلاثة عريفة لكن عنده عربية حضرتك عارفة أن الراجل ده إيده طويلة في شغل والناس كلها عارفة إنتي يا فيش حاجة عندك مالهاش رد يا الله أنا نازلة راحة عدل شعري عندك وفار هتعدلي حطر من كده إيه بيت انت بتغيري مني ولا إيه عايزة الصراحة آه اتفلقي الناس لما بتشوفك معايا بتفتكرك أختي مش مامتي عندهم نظر مش هتأخر أنا شافيه يا فندم شافيه بتاع السكان أيوة الموضوع لسه محتاج شوية ستيفة لا يا فندم مش هيفح في التليفون أصلا بيتكلم من برا على قد الشوء اللي في عيوني يا جميل سلم سلم ده يا مبيوبي عليك سألوني يا حميبي سلم على قد الشوء اللي في عيوني يا 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 نطيف سلم سلم جنابك خارج؟ آه عندي مشوار مهم ومفيش ليلة ما يطلعش عندك مشوار مهم؟ الجرية يا نرجس يا حبيبتي ما أنا كلهم بخرج أنا كمان عايز أخرج تروحي فيه؟ أروح في أي حتة أتفسح أشم هوى ولا أنا اللي مكتوب عليها تزرع هنا في البيت وإنت اللي محاج عارف يتلم عليك طب أنا اللي لدي بالذات عندي شغل وأنا بقى اللي لدي بالذات عايز أخرج ولا أنا بقى مش متجوزة وليا راجل ومن حق أخرج معاك طب أتجلي كلام ده البكرة لا اللي لدي بالذات بقى يا شافيه اللي لدي بالذات عايز أخرج يا شافيه حاكم انت زودتها بصراحة ولأنتكا دي زيادة قوي النهاردة يا نرجس يا حبيبتي عندي لجنة ارتاحتي ايه يا شفيق تفاكرني هابلأ لجنة بالليل ما كنتش منصدقاني روح اسألي بكرة في المصلح طيب والله هلاروح بكرة الصبح وكرة واني هكلمه في التليفون الأستاذ رئيس القسم بتاعك ده واسأله وانتضع كلامك مش صح يا شفيق هتوقعلك معايا واقعة ما تنفذش نفسك معلش الشكلك ببقى وحش ونتنادي في فيزا ما تنسى عايش نفسك بس كان يوم جميل يوم اتجوزتك اوعي يا رادي كان يوم لطيف اوي ما طلعت له الشمس اهلا يا استاذ شفيق اهلا يا نهاني خير يا استاذ شفيق خير ان شاء الله اه الطلب بتاع حضرتك عايز شوية استفاقات وانا ما خلصنيش ناركنه او الطاعه مع ان الروتين انت عارفها طبعا يعني ممكن الطلب يقعد في دول جسانة واكتر ولا يتحركش للدرجات دي يوه واكتر الا حضرتك تعرف المراقب بتاعنا ازاي انا معرفوش ولا حاجة انا رح اعمل طلب وسألت على البيل مدير دلوني علي هو راجل طيب بس الموضوع كله في ايدي انا وطلبتك ايه يا استاذ شفيق نستوفي الاجراءات المطلوبة وان كان ما عندكش وقت نشوف حد يستوفاها بس المسألة دي محتاجة شوية مصاريف قديك دا يعني 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 يجي متين جنيه وفي الحالة دي يكون الطلب عندك في اخر من اسبوع انت مش شايف ان المبلغ دا كبير شوية والله والله ان لو احد غيرك ما كنت طلب تقلي من خمسمائة جنيه موسيقى 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 موسيقى